كان حاجي ميرزمان مراهقا في ستينيات القرن الماضي عندما بدأ التقاط صور بواسطة آلة تصوير خشبية في وسط كابل لكنه يخشى حاليا زوال هذه العلبة السحرية بسبب الغزو الرقمي وهو كان يجوب الشوارع بحثا عن زباء ليلتقط صورا بالأبيض والأسود لجوازات السفر وبطاقات الهوية ووثائق ثبوتية أخرى وصمدت الآلة أمام الحروب والغزوات ومنع التصوير من جانب حركة طالبان خلال تسلومها الحكم لأول مرة بين العامين 1996 و2001 لكنها الآن مهددة بالزوال بفعل الأجهزة الرقمية بحسب حاجي ميرزمان الذي بات في السبعينيات من العمر وشكلت خمسينيات القرن العشرين العصر الذهبي لهذه الكاميرات الفورية في فترة التحق فيها الأفغان بأعداد كبيرة بصفوف الجيش الوطني وكانوا يحتاجون لهذه الغاية إلى صور شمسية من أجل إتمام معاملاتهم العسكرية